بيوسف بتحس انه يعني ان الكراتي بتبقى سعيدة ان الناس بقى العمت الشعب يبقوا عارفين ان انتو يعني جايبين الميداليات الكتيرة الحلوة دي والناس سمعيكو ولا بتحس ان فيه تأثير برضو انه الناس يعني فيه ألعاب تانية الناس بتتباعها أكتر يعني بالنسبة للعيبة المصرية في الكراتيه لا الواحد بيبسط ان هو بيبقى مثل لهم والوحد كل واحد فينا بيجيلوا حتى رسائل من اللعيبة ان هو ان هم قد اين مبسطين بهنا وان قد اين هم نفسهم يبقوا زينا فاحنا بنبسط انحنا مثل لهم وان هم بيبقوا بيشتغلوا فيه عيبة أجنبية او المصرية فيه مصرين وفيه أجنب سأل بكلم عن المصريين يعني المصريين بيبقوا نفسهم يبقوا زينا فده حاجة بتبسطنا جدا كلاعيبة عبد الله ايه اللي نفسك تحققوا يعني ايه اللي نفسك يتقال عليك ايه اللي نفسك ان ت podía 절대 كل لعب في الرياضة بيبقى عنده حلم كده يعني عايز يوصل لحاجة معينة هو للأسف يعني الكاراتي مش موجود في الولمبيات مرة ثانية طبعا الحلم الولمبي بدا أحزننا على فكرة الحلم الولمبي أكبر حلم لأي رياضي طبعا فطبعا يجي بعدها بطلت العالم ودورت على العب بحر المتوسط أنا معي فضت عالم وفضت دورت العالم فإن شاء الله شغال على إن شاء الله ذهب عالم ودهب إن شاء الله دورت على العب بحر المتوسط فإنت يعني عندك إنت بتتعاملش غير مع الذهب يعني مدني إنا إحنا مصريين بنتعاملش غير مع الذهب طبعا